لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الغرفة الاولى زي ما نشايفين كده كبيرة وفي بلكونة قدامكم الخضار الجميل جدا اواركوا الشارع وهو شايفين الاوتوبيس اهو محطة الاوتوبيس قدامك هاي والاوتوبيس واقف اهو ويتمشوا قدام شوية تروحوا على الترامواي اللي بيروح المترو الترامواي اللي بيروح ام نونو والاوتوبيس هو ده مثلا رقمه كم سبعة وثلاثين بيروح على الفاتح وعلى للالي الآن في الوقت الغرفة الثانية وطبعا في بلكونة تانية نخش على غرفة الثالثة بجاعة الأطفال هذه غرفة الأطفال دعنا نفتح ايه انا وردتكم من حال تانية لحية الشارع خش مفتح ده شبك ده شوفوا الحمام ده دوليب بتحط في الفوط وكل حاجة شوفوا ده ده دوش أغفل الأنوار بس أغفل الأنوار أغفل الأنوار السلام عليكم يا جماعة بالنسبة للشقة دية هي عبارة عن ثلاث غرف وصالة وبلكونتين وحمام وعلى فكرة كان في حمام تاني ما ورته الكوش جن باب الشقة بس هو ردمه وحط ايه جوا كده أشياء بتاعت البيت الشقة دية مية وعشرة متر في الدور الأول وكمان الميزة بتاعتها قدام الشارع مفيش مسطحات ولا منخفضات الأرض المستوية وجمم حطر الترمواي والمترو كمان يعني فتعتبر فرصة كويسة جدا وسعرها النهائي تمنمية وسبعين ألف ليرة أشوفكم قريب في اسطنبول إن شاء الله وما تنسوش عشان تشوفوا العروض اللي جاية ما تنسوش تعملو اشتراف قناتي على اليوتيوب علي جمال وتفاعلو زل الجراز شكرا جزيلا كان معكم علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة هي البناء يا جماعة الشقة هالي في الدور الأول والبناء هم ها يقرط مشتر وهذا محطة المترو الترمواي اللي هناك اللي بترو على ايمينونو بسم الله الرحمن الرحيم أحب أقدم شكري جزيل للأستاذ علي وأحب أشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين نتمنى لهم التوفيق في عملهم ألف شكر نتمنى لهم نتمنى لهم نتمنى لهم هم مصلحة الشخص اللي فيه جبلة تهم مصلحته في ما يبحث عنه والله يوفق الحقيقة وأنا أنصح التعامل معه جدا علي راضي والإنسان يفضل الله ويبحث عن الأجوة يعني الحقيقة رحنا معه لزراعة الشعة كمان الحقيقة أنا أنصح التعامل لأنه يبحث عن الجودة والدرجة الثانية يبحث عن السعر وهو له وضع خاص هنا وما سأل الله نبارك فيه وأنصح التعامل معي جدا بسم الله الرحمن الرحيم كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول والحمد لله وشكر بجهود أستاذ علي وشركة المحترم وطلعنا البارحة على الطابو خلال ثلاث ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة والحمد لله وشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصروا أنا وجهودها كلش طيبة وحلوة وشريكة المحترم وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريكة المحترم يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين والحمد لله والشكر وأشكرهم جزيلا ألف مبروك ألف مبروك على الطابو الله بارك فيك أخي علي أنا شكر ومقدم لك والله أنا مبسوط أني شفت الطابو باسمي يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخي علي أعطيتك وكالة وحطيته الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك يعني يشتروهم ملتحين صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص تاني ألف شكر يا أخي علي شكرا شكرا جزيلا نحن نشكرهم كثير وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم يعني شي جميل جدا الحقيقة ومثل ما تعرفون أنتو يعني نحن غربة في هذا البلد بالجماعة وكفورنا نحن سيثن ما حسين بغربة ما حسين بشي حسين أنه أولادنا ومعنا في الشراع من البداية إلى النهاية شكرا جزيلا وهاي شوقتنا جديدة اشتريناها من خلال أستاذ علي وشريكة تركي مشكورين كل الشكر والمنظر العام يكشف كل اسطنبول كل اسطنبول من كل جهاتها ألف شكر إليك أستاذ علي وألف شكر لشريكة تركي وليم مساعدتكم ألا تحياتنا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بن فهد الحمدلله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال اشترينا الشقة في السلطان أيوب والحمدلله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدغة في الأمانة صراحة الحمدلله اللي شفناه ولمساه منه كل خير صراحة أفضل من الناس أنا أصحكم صراحة بالتعاون معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين وأتمنىكم كل الخير وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدغة في التعاون يعطيكم مال فاقي إن شاء الله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق جيت التركية ما أعرف كل شي وما أندل كل شي من واحد الواحد بتاكسيات واحد يودينا على واحد وواحد يودينا على فلاه فندق وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري جاءنا قبل طيران من الصباح وجاء بنا فندق بسعر كويس ومناسب وخلف الله عليه وما قصروا يا أنا وشالوا يا جناتاني وعائلتي أربع نفرات زين لما علي جمال أنا كان تهت بتركيا المنقذ الوحيد لإخواننا العرب في تركيا علي جمال واللي ملي ديتوه اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخلي لكل عربي يجي التركيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراع عقار في تركيا وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز الموقع المميز اللي كان في ياني كابي على البحر مباشرة وشقة جدا نظيفة والحمد الله وشكر الطابو السليم وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا الطابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة يتواصلون مع أستاذ علي جمال للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول هذا الرجل الذي من الأمانة والإخلاص والأفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامعة الأزرق وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفسة التي أسلم بها حاليا نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجاب الاتصال بالأخ علي جماعة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أولا أقول الحمد لله رب العالمين ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا الشركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفسي تفكيري نفس دماغي بالزبط شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات أول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة أو العقار لو سعره كويس ولقطة نتوقع على الله بعد كده بنروح نشوفه إيه النقطة التانية مكانه هل مكان أمين مكان يصلح لعيلة مكان جنب المتر والمواصلات دي تاني نقطة تالت نقطة الطابو يعني الطابو اللي هو سند الملكية بنشوف الطابو ايوه بنشوف الطابو صحيح أو مصحيح لأنها أمانة مين حلقة الوصل مين حلقة الوصل بينكم وبين المالك احنا فدي أمانة كبيرة جدا احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا فبعد كده بنقول المالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا بما إننا الحمد لله احنا خبرة في العقرات المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الأسعار فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون أحسن من الشواء اللي حواليك شئتك هتتباع بسرعة فبناء عليه؟ بيدينا سعر نهائي وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو ده اللي أنا بصمم فيها أي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة وبعد ما تلكوا إن شاء الله بتعودوا مع المالك مباشرة من نوكولي كويس؟ بناخد النسبة المعروفة هنا في تركيا العادلة كويس؟ دي حاجة تاني حاجة عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا إنكم ما تقلقوش علشان إن شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طاب الشقة باسمكو لغاية ما تستلموا السند الملكية يعني طاب الشقة باسمكو إن شاء الله وإحنا هنكون في دهركو وهنكون في كتفوكو إن شاء الله واتطمموه أتمنى إن شاء الله أشوفكو قريب في تركيا شكرا وبحبكو جدا علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر شكرا